ولا صارت مقابلة الحاليا الحكومة فتية حكومة سيد الكاظمي يعني احنا اليوم من خلال ايضا القناة مالتكم تحياتنا الي وتحياتنا للرجل المثابر فريق محمد البياتي هذا الانسان صراحة انا اليوم لو كان هو موجود في داخل مجلس النواب وصاحب قرار كان اكو سوى شيء للجرحة وتحياتي ايضا الى وزير الدفاع جماعينات هذا الرجل انا التقيت لي مرة واحدة داز علينا في بداية تأذره وزير الدفاع العراقية رجل عسكري ايضا كان قائد عمليات ورجل جريح في نفس الوقت احس قلبا وقالبا مع الجريح يعني احنا ذاك كنا شفنا قالوا اكو قطوعات راح تصير على القوات المسلحة هو عارض معارضة شديدة رفض هي رفض يعني صراحة صراحة احنا اليوم شفنا الوزير الحالي هو الوحيد اللي قلبا وقالبا مع الجريح رجل الحكومة الحادي السواد والله هي ان اليوم الاخوان في استعراض ستة كانون اجي سلم عليهم وطلبوا من عنده اكيد انا كنا رحنا تأخرنا من قدرنا ندخل المقبل الحرس في الباب قال خلاص بدأ الاستعراض ورجعنا كان لكو زمين معانا رابع فأكيد طلبوا من عنده المقابلة بدون مسميات والمصابين والمرأة طلحهم تقاعد براتب الكل مالته والسلام عليكم ورحمة الله خلاص نخلص 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 من هذه الحلقة المفقود احنا ليش نروح ونرجع روح ونرجع يعني اليوم فديوم لقاء كان مع فخامة رئيس الجمهورية فواد محصوم في وقتها قال الآن متفاجئ انتم بدون حقوق لحد الآن حقه هو يتفاجئ لأنه هو الرجل رئيس الجمهورية المفروض هذا الامر كان لرئيس الوزراء قلنا للفخامة كان احد المستشارين ايضا ضابط ما ريد اذكر اسمه كان يعني مجرد اي حجاية نحجيها تجينا بالضد في وقتها وطيناك انها لهذا يكون فقرات تخص الجرحة وطلبات وطلبات والله جدا بسيطة يعني تدل يوم الجريح شيريد طوكم قطع عراضي اخو هذا ريد اوصلها الجريح شيريد اليوم مئتين متر يبيع لها منها مئة لأنه ما عنده فلوس يبنيها يبيع لها منها مئة ويبني المئة يقعد بيها ليش يبيع مئة ليش ما الدولة تطيه فلوس يبنيها للمئة يا سيد الفاطل اترجعك احنا هذه صارت طلبات يعني انا منطروحها ومضحب جسمها ومضحب حياتها الدولة تخسر علي يعني الدولة تستحسب بي المئتين متر او البيت يعني احنا اليوم اكمو اكمو مجمع سكنة جاتبني عندنا مجمع سكنة بسماية وبوابة العراق ليش محددوا بيها الشقاق خمسة بالمئة خمسة بالمئة مو هوائح خمسة بالمئة للجرحة وعلى القرعة كل من في المحافظة الموجودة وفي جمعات وفي كل محافظة خمسة بالمئة اجو ياك اليوم خلني نقول مدينة بسمائة السكنية قصتها اعتقد أربعمئة واربعمئة وعشرين ليش ما اسويها خلص مو ببلاش ابيعها للجريح لكن شا اصويها بشي رمزي بدلا ما هي مئة ماليون خلنا بيحظ خمسة وعشرين مليون وقل له كل شهر تستقطع من قدك مئة وخمسين حليت مشكلة عني عني حليت مشكلة اجي اللي اقوى منها عدنا في قانون سبعة وخمسين بدل النقدي يا سيد الفاضل احنا جاي نقول هذه القوانين المعطلة اللي ما جاي تنفذ اكل بدل النقدي بدل قطعة الارض خمسين مليون موجودة زيان ليش ما تنصر ابو شهر قدمت على قطعة الارض بعتبارة الرجال عدا خدمة أربعين سنة لا واحد وربعين واحد وربعين واحد وربعين واحد وربعين اليوم كان بدي انه نف يعني نحتفل نفرح نغني بيكم لكن المشكلة انهه الامكم ووجودكم